او قلبي ماكي كما قلت يا فلوراندا الجميلة ترجمة نانسي قنقر لن اعود الى القيروان طريقة ولدي هنا جريح لا اعرف ماذا يحدث له يا ابا عبدالرحمن سنمر على ستة حيث معسكر المسلمين وترين ولدك ليطمئن قلبك يا ام عبدالله انا لن يطمئن قلبي الا اذا اخذت الى جواري هناك في القيروان اذيه الى جوارك هناك في القيروان اتطيعوني لتريحاني يا رجل واريح نفسي انت مرتاح ماذا يدعبك رجل يترك ولده الى هذه السن بلا زوجة والله اني لا في عدم عندما تصلين اليه سوجيه يا ام عبدالله هيا هيا فوراي ما هو اهم من ان يشيخ ولدك على سن الزواج هيا قيس قيس من من انت حسبتك لا تخطع عيني يا قيس ما يحملك على التنكر ستعرف عندما نبتعد الى اين اراك خائفا فقط اريد ان اعرف كفاك ان تعرف انني مطالبك باثنان صفقتنا الا اذا كنت قد فسغت ما بيننا من اتفاق ماذا قلت هل وجدت ان حياتك اثمن من ان تقدم مهرا لي حسنا تذكر هذا الى اين تذهبين ما لك انت وماذا يهمك من امري لا استطيع ان اتركك الى حيث لا ادري لم امنعك من مصاحبتي لتدري انتظري سوحضر سيفي ذهبت لتعود برأس اميركم فعدت بمن تهوى كاملة بل عدت به انا عدت بحبيبك الى اخيك جميلة لعبتك هذه انت اجتمع انتم الثلاثة ولو في الجحيم أليس هذا ما يدور برأسك بل يدور في رأسي غير ما قلتي ماذا يدور بهذا الرأس الجميل اذا دعي رأسي لم اتي لتفعال بيها كذا لماذا اتيت اذا لابرم الصفقة معكم بلا خداع خداع من يغدع الاخر من يضمن لي انكم تتلقون صراح اخي بعد ان نأتي اليكم برأس الامير ماذا طرعنا من ضمان يا حلوة اريد ان يطلق صراح اخي مع صاحبه ويطلق صراحك انت انضم بل انتظر هنا رهينة في سجنكم الان يعود برأس الامير أليس كذلك ما قولك قولي انني قبلت قبلت ان نستبقيك في سجننا ولكن مع اخيك وهذا الحبيب يا حلوة لنقطع رؤوسكم في يوم واحد رباب خالد 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 رباب عبدالعزيز ولدي كيف حالك يا عبدالعزيز بخير والحمد لله يا امي كيف حال جرحك ارني كتفك يا ولدي كيف حاله لم يبقى به الا ندبة لا تنفع الا للذكرى يا امي ندبة شفي الجرح اذا اولا بك ان تسأل عن جرح قلبي يا ام عبدالله عبدالعزيز كفى ما كان يا ولدي ألم يكفك ما أصابك بسببها ريته كفاه يا امي ولكنه لم يكفها دعك منها يا ولدي هذه الفتاة لا تستاهل عبدالعزيز بن موسى ادركت هذا يا امي ادركت هذا قبل ان تسمعه منك فقررت الرحيل رحلت حربت وبعد ذلك ترى ان قلبك ما زال جريحا يا عبدالعزيز هل بقي بقلبك متسع لها بعد ذلك يا ولدي امي انت فقط من ابوح لها بما في قلبي فلا تغلقي قلبك دوني كيف يغلق قلب ام دون ابنها يا عبدالعزيز تعال معي الى القيروان وهناك هذا هناك دعيني هنا بالله عليك يا امي دعيني هنا فربما ابي ربما ماذا يا عبدالعزيز ربما عادت اليك بعد فرارها منك ولكن يا ابي انا اريد ان ابقى هنا مع جيش المسلمين لا لا نعم لا لا لأول مرة اقولها لك يا عبدالعزيز ما تخيلت ابدا ان يصل بك الامر لانتظارها بعد ان فرت من وجهك اولا بك يا ولدي ان تبحث لنفسك عن هدف اخر غاية اسمى قضية اكبر لامرأة تضيع عمرك من اجلها وبعدها تقدر بك هيا فلتعد نفسك الى الرحيل معنا الى القيروان اما هي فليتولها الله وليغفر لها ولنا ايضا ابنة سعد البصري نعم يا ابا رشد ابنة سعد ما هذا الذي اسمع يا ابا عبدالرحمان والله اني لفي عجب تعجب لما حدث يا صنعائي فما بالك به انا الذي عشته لخظة اللحظة طفلان يتيمان فوجئت بهما في دار فقدت صاحبها وصاحبتها لم اطق ان اراهما يأخذان سبيين يعيشان كعبدين فحملتهما معي لم تخبرني يا ابا عبدالرحمان من يوم ان افترقنا في مرج راهد الى ان التقينا بك في مصر ما خلت الا انهما ولدان كان اعز علي من ولدي واشهد الله على ذلك واشهده ايضا انني بريء مما ينالهما هيا يا ابا رشد هيا الى اين ابا عبدالرحمان الان تأتي معي الى القيروان يا رجل بنيت مسجد القيروان من زمن انا هنا في سبتة الى ان ابني مسجدها ثم ان شاء الله مساجد اتعرف بما احلم يا ابا عبدالرحمان بما تحلم يا صنعاي احلم بان ادفن بجوار مسجد هناك على الشاطئ الاخر اللهم اني اضرع اليك فهبني اياها تشتاق ان تدفن الى جوار مسجد هناك يا صنعاي لا ابغي غيرها بعد رحلتي هذه يا ابا عبدالرحمان والله اني لا اشتاق الا ان يمنى علي الله باحت اثنتين اما الشهادة في سبيله واما الموت بجوار قبر رسوله الكريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جئت رهينة حتى يطلق صراح أخيك وجئت لأعرف ما تريد قلت أريد رأس الأمير فعاد بك وبما تأمر هل تعرفين أميركم إذا أطلق صراح أخي وصاحبه قلت لك ما تريد وتعرفين ما أريد وجئت لأتفق معك على تنفيذه صفقة فلتعتبره ما شئت أحس أنك لن تستطيع إبرامها معي لماذا؟ لأنك لست على مقربة من الأمير حتى تنفذي ما أريد نقترب كيف؟ وأنتم مطاردون منه نعرف كيف نحصل على أخبارهم وإن كنت لا أريد أخبارهم تريد رأس الأمير أليس كذلك؟ حيا حيا كيف يسمع ما أقول إذا لم يكن على قيد الحياة؟ أنا لا أفهم ما تقول لا يتكي ومن معك على مقربة من الأمير لا أرحتموني قلت إنك تريد أخبار المسلمين ورأس الأمير بل أريد من يقابلني به يا فتاة أفهمتي؟ لما؟ لأتحالف معك أفهمتي؟ فهمت ولكنك لن تستطيع أن تكون رسول إليه ولا من معك بل أستطيع ألا تخشين أن يقتلك لو ظفر بك؟ لن يقتل أب ابنته ابنته؟ نعم وأخوك ابنه أيضا؟ نعم صرت أكثر غباءا من فرناندو إنه لشيء محير فعلا أمير يطاردهم ثم تأتي ابنته وابنه ليودع نفسيهما في سجني لما؟ وكيف يسمح الأمير بذلك؟ سيدي فلتعلم شيئا واحدا أتيت لأقتلك لو غدرت بأخي وصاحبه خير لك أن تبقي على حياتي يا ابنتي فستندمون كثيرا لو قتلت وسواء كنت ابنة الأمير أو لم تكوني فعليك أن تنطلقي إليه فورا أنت ومن معك لتسري إليه أني أريد مقابلته فورا ماذا؟ حاكم سبتة يريد لقاء ابن نصير؟ نعم يا ابن زياد أين الأمير؟ من قال لك ذلك؟ بالله عليك أسرع ولتخبر الأمير موسى بما قلت فيذهب إلى سبتة وتقفل أبواب الحسن وكأنك ذهبت إلى هناك يا أميرة طنجة عفى الحاكم عني وعن أخي وصاحبي وترك لنا أبواب مدينته مفتوحة طالبا أميرنا لأمر جلل إن أردت أن تقتحم الحسن برجالك فلتقتحم لن يمنعك مانع وسيحالفك أيضا وسأذهب معك أنا وأخي إن أردت ولكن ما الذي دفعك إلى ثقتك هذه في رجل كهذا؟ ثقته بي ماذا قلت؟ الله لن أقول فالأفعل ستذهب للأمير موسى؟ فالأذهب إلى يوليان حتى أرى ما يفعل قبل أن أضل الأمير ستذهب للأمير موسى 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 تذهب للأمير موسى انظري يا فنورندا انظري كيف خدعنا جميعا وقالوا لنا عجوز في السبعين نوراندا لا تذهبي بعيدا تعال يا رباب ماذا تريدين يا جرازيلا أسألك سؤالا حتى يسأل الحاكم الأمير أسئلة ويتفق سرا دون حضوري أجمل ما بكم أيها العرب ما بداخل رؤوسكم الفطنة وما بداخل قلوبنا أيضا يا أختاه هيا يا رباب هيا وماذا بداخل قلوبكم يا خالد بداخل قلوبنا تكمن الفطنة في رؤوسكم فماذا يكمن في قلوبكم الصدق ألا تكذبون لا ولا تغضرون أليس كذلك لا نكذب ولا نغضر يا فلوراندا إذن لماذا خدحتم الجميع وادعيتم أن أمير المسلمين هو أبوكم وأنت ورباب وأنه يناهز السبعين لم ندعي ذلك فلوراندا بل قلناه لأنه الحقيقة كيف في أي عام من التاريخ نحن في عام سبعمائة وثمانية للميلاد سبعمائة وثمانية للميلاد أهكذا تؤرخون وكيف تعدون أيام التاريخ عندكم نبدأها بعام هجرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نحن في العام التسعين للهجرة الموافق لعام سبعمائة وثمانية للميلاد هل حسبت أيام التاريخ لتعرف متى دخل أول عربي حصني بل لتعرف ما يحيرك عمر أميرنا موسى ولد موسى بن نصير في العام التاسع عشر للهجرة فهو الآن يبلغ الحادية والسبعين الحادية والسبعين ماذا يدهشك أن يدهشك أن يحقق كل هذه الانتصارات في سن هذه لا أخفي عليك أنما يدهشني أن يحقق هذه الانتصارات في سنه هذه بل إنما يجعلني أتشكك أن يستطيع تحقيق انتصارات أخرى أتشك في قدرة أميرنا على استلام سبتة سبتة نعم حصنك هذا لم يبقى أمام أميرنا موسى بن نصير إلا حصنك هذا وأظنه يملك القدرة على هذا كما يملك القدرة أيضا على مصلحتك أنا لم أطلب أميركم لكي أسلمه حصني بل لكي أضمن ابتعادكم عنه إلى الأبد لا تحملغ فيها كذا أيها القائد أنا ما طلبت أميركم كي يسالم ويستلم بل طلبته كي يخوض بحرا ثم يخوض حربا أما زلت على ثقة من أن رجلا في السبعين يستطيع أن يخوض بحرا ثم يخوض بعده حربا بقي على أن أدرك مقصدك جملة واحدة تنطق بها لن أقولها لك إلا بعد أن تجيب على سؤالي هل يملك أميركم أن يخوض بحرا من الماء الملح ليخوض بعده بحرا من الدماء لن أجيبك إلا بجملة واحدة بعدها أسمع جملتك لو اجتمع كل قواد الدنيا شبابهم وشيوخهم في رجل واحد ما كانوا إلا موسى بن نصير بقي علي أن أسمع ما أردت أميري لأجله أسمعه لك لو وعدتني أن لا يسمعه أحد غيرك ألا ترغب في أن أسمعه لأميري أسمعه بنفسي كيف؟ أرحل إلى القيروان كأنك لا تأمن على سرك لا أمن أحدا على أهلي وحياة أهلي كما لا يأمن أميركم جانبي إذا سمع ما أقول لم تقل بعد ما لم تأمن عليه وما لن يأمن أميري جانبك بعد لن أقول إلا جملة واحدة إني مدخلك الأندلس أرحل هكذا قال أبي إلى أين؟ يقول أنك سوف ترحلين إلى القيروان القيروان؟ أي أرحل القونت إلى القيروان؟ ومعه فلوراندا كما سمعت هيا كي تستعد للرحيل أنا لا أعرف لما يدفع بي أبي دائما إلى السفر أما كفهما؟ فلوراندا تعال يا فلوراندا فلوراندا لم تجهلي سبب رحيلك أول مرة إلى طليطلة قلت لك ولم تجهل ما نالني من جراء سفري هذا يا أبي لم أجهل وأظنك لا تجهلين سبب رحيلك الآن إلى القيروان هل تود أن أرحل معك للتسريح لأتناسى ما حدث؟ لا يا فلوراندا إذا كان سفرك الأول قد جلب عليك الضرر فليكن سفرك هذه المرة لدفع الضرر كيف يا أبي؟ هل يصلح سفري هذا؟ ما أفسده إلا لم يصلح فليثأر يثأر؟ ما زلت تجهلين فلوراندا لا أريد أن ترحلي إلى القيروان لكي أسري عنك بل لتثأري لا أريد أن ترحلي إلى القيروان لكي أسري عنك بل لتثأري ترجمة نانسي قنقر ماذا بعد يا عبد العزيز؟ أبي ماذا بعد يا ولدي؟ سؤال لا أعرف كيف أجيب عليه يا أبي؟ إذا كنت لا تعرف بل أعرفك هناك واحد وسبعون عاما تقض مطجع أبيك يا عبد العزيز أجل واحد وسبعون عاما تتوالى أيامها يوما بعد يوم ليل نهار أمام ناظري معلنة أنه قد آن لي الأوان أن أسألك نفس السؤال ماذا بعد يا عبد العزيز؟ أطال الله عمرك يا أبي إذا كان أبوك تتجاوز السبعين فأنت جاوزت نصفها يا ولدي إلى متى؟ مرة ثالثة وماذا بعد يا عبد العزيز؟ في مثل سنك هذا يا موسى الأصغر كان موسى الأكبر أنجب خمسة أطفال مات اثنان وبقي له عبد الله وعبد العزيز ومروان أنجبت خمسة أطفال لأنك يا أبي لأنني ماذا يا ولدي؟ قلها قلها يا موسى الأصغر أقصد أنك لم ترغم على الزواج يا أبي بل تزوجت ممن؟ ممن أحب آه يا موسى الأصغر أبي لن تظلمني بزواجي ممن اخترتها واخترتها أمي بل ستظلم هذه الزوجة وأنا لا أريد أن تتزوجني مرأة لأظلمها لا أريد هتوسل إليك يا أبي إذا كنت لا أريحك هكذا بلا ظلم فكيف أريحك وأنا ظالم لزوجتي ولنفسي؟ ماذا حدث يا أبي عبد الرحمن؟ ماذا قلت له يا رجل؟ أقول لي يا أم عبد الله هل ظلمتك يوما؟ والله ما أحس بظلمك لي إلا عندما أنظر إلى ولدي عبد العزيز فأراه قد جاوز الثلاثين وما زال بلا زوج ولا ولد فقط؟ أهذا قليل يا رجل؟ أهذا قليل؟ أحمد الله أننا ظلمنا سويا يا رجل عبد الله كنت أحسب أن أباك ظالم لي يا عبد العزيز فإذا بي أكتشف أنه مظلوم وإذا بأبويك يكتشفان ظلمهما سويا بيدي ولدهم أشار أن يمقد ظلمي إلى مصدر وجودي يا أمان إذا كنت ظالم فأنا ما ظالم إلا لنفسي وماذا أنت يا ولدي؟ ما أنت إلا أبوك وأمك معا ترفق بنا يا ولدي فربما يأتي الغد فلت تجدنا كي تترفق أشفق عليك من هذا الغد يا ولدي بل أشفق على أبيك سأريد لأبيك أن يجاهز أكفانه قبل أن يجاهز ثياب عرسك بالله عليك يا أمي بالله عليك يا ولدي لا تجعل فتاة لا تحبك تكرهك على ظلم أبويك إذا كان قلبك يسع كل هذا الحب لها فليكن لأبويك مكان إلى جوارها هل نستحق هذا يا ولدي؟ لا أحق من الوالد بولده يا أم عبد الله فلتأمر يا أمي لا ليس أمرا يا ولدي بل رجاء رجاء بأن يكفك فولدي دمعه هذا فما أردنا إلا أن تغمر عينيك البسمة لا هذا الدمع أبما كان دمع الندم يا أمي ندمك على حبي بل على ظلمكما هيا يا أمي فالتذهب لأبي والتعتذر له معلنة ندم ولده على ظلم والدي بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك هيا تعال معي عبدالعزيز تعال يا ولدي ماذا هناك يا ولدي؟ هل تسمعين يومه؟ أسمع ماذا؟ جياد تقبل في هذه الساعة من الليل؟ ربما أتى لأبيك من سعيتم مساء أي ساعد تعودين به؟ ما عدت إلا بالساعد يا أمه أمك؟ وهل تترك ابنة أمه وتذهب كما ذهبت؟ وتعود كما عدت ولماذا عدت إذن؟ أمه قبلت ندم ابنك ولا أرى أنك تمانعين في قبول ندم ابنتك أي ندم وأي قبول بعد ما حدث؟ لم أتي ندم فلم أفعل ما يجب الندم لم أتيت إذن؟ لأقابل أبي أبوك حتى وإن أنكرتموها علي فحق لي أن أقابل أمير المسلمين أليس من حقي يا عبدالعزيز؟ لا يستطيع أحد أن ينكر عليك حقك في أبوته لك يا ربا فلتتفضل تتفضل لن أسألك إلا سؤالا واحدا بعدها يحق لك أن تناديني بأبيك أو لا تكون ابنتي؟ قولي لي هل عدت من أجل ولدي عبدالعزيز أم لأمر آخر؟ عدت لأمر آخر كان عليك ألا تعودي حتى ولو كان هذا الأمر أهم من ولدك عبدالعزيز؟ أهم من ولدي عبدالعزيز؟ لا يوجد في دنياي هذه ما يعدل ولدي لا يوجد في دنياك ما يعدل ولدك؟ أجل، لا أعدل ولدي بالدنيا كلها أيوجد في آخرتك ما يعدل؟ آخرتي؟ نعم، فلم أتيك متخلية عن كل شيء من أجل الدنيا، فقد تخليت عنها تخليت عنها؟ ولا أرى إلا أنك متخلن عنها أيضا بعد سماع ما أقول لم تقول ما أحب أن أسمع، لم أعدتي؟ ستعرف يا أبي عندما أقول لك، لم أعد وحدي آه، أعدت مع أخيك وصاحبي وحاكم سبتة وحاكم سبتة؟ لم أتي إليك يا أمير المسلمين، كي أعرض عليك التسليم والخنوع كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة لم يتبادر إلى ذهننا ما تشير إليه بل أخبرنا به يا حاكم سبتة جهل من أخبرك بما أخبرك تفضل بالجلوس لتخبرني لا أطيق الجلوس قبل أن أسمع رأيك فيما تسمع كأنك جئت مفاوضا بل مساوما يا أمير المسلمين مساوما على ما تساومني تترك سبتة وحسنها لا يقربها جندك أي مقابل تعرضه نظير مدينتك أدخلك الأندلس أدخلك الأندلس أدخلك الأندلس أساعدك على دخولها بل أكون لك دليلا ومرشدا وربما جنت كل ما أملك في سبيل أن تملكها الله أكبر دم المشركين على سيفك الله أكبر قميص يوسف على وجهه الله أكبر بعدها يرتد بصيرا مئزانة في طليتدة ومئزانة في بلاد الغار ومئزانة في روها ثم مئزانة في قفطنطيني مآذ يرفع عليها سلطة حلم 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 يا أبا عبد الرحمن بلاد بها من الخيرات والثمرات ما لم يحلم به رجل لم يرها تستطيع أن تملك اللهم بيتا لك بيدي هاتين على أردك هناك اللهم بيتا يذكر فيه اسمك على أردك هناك يدي هاتين والله لا أشكو أنك لخالقك يا أبا عبد الرحمن اللهم أنت تعلم أن عبدك هذا قد وعدت أعدك يا أمير المسلمين أن تجد هناك الخير كل الخير قلت ما تريد واقفا فلنسمعك جالسا أيها الحاكم لم أسمع منك ما يجعلني ألتمس الراحة بعد الإطمئنان اجلس لتسمع هل أجلس مطمئنا يمكنك الإطمئنان بعد إجابتي ولكن كيف أثق في الصدق ما تقول أيها الحاكم أي سؤال تسأله يا أبير المسلمين لا يخفى عليك ما يحدق بي من خطر إذا انتهى ما قلته لك إلى الإمبراطور في طليطلة بطريقة أخرى كيف أطمئن إلى صدق قولك وأنك لا تعمل على التغرير بالمسلمين تستطيع أن تثق بي إذا علمت أني سأترك ابنتي هنا وفاء لوعدي تترك ابنتك نعم ابنتي يا أمير المسلمين أتركها عندكم حتى أفي بوعدي ولا أظن أن أبا يغامر بابنته أتترك ابنتك حقا هنا في القيروان لكي تتأكد من أنها ابنتي سل ابنتك وابنك وكبير حرسك تستطيع أن تجلس مطمئنا يا صديقنا حاكم السبتة تفضل هل انتهيت من تفكيرك يا أبا عبد الرحمن؟ ألا تسمعني يا رجل؟ ماذا يا أم عبد الله؟ ماذا؟ لا أرى أن يأخذ منك الأمر كل هذا أي أمر يستحق أن يستولي على الروح والعقل يا أم عبد الله؟ أنا لا أرى أن يستولي أمر كهذا على روحك وعقلك ليس لي إلا رجاء واحد ألا يستولي على عمري أيضا ماذا؟ عمرك؟ نعم أريد أن لا يستولي على ما بقي لي من العمر بل أريد أن يستولي عمري عليه أن يمد الله في أجلي إلى أن أفعلها اللهم كلي العون والذخرة والمدد وأنلها لي كأنك تنوي الانتظار لأن ترضى أو لا ترضى؟ اسمع يا أبا عبد الرحمن أمران لا ثالث لهما وعليها أن تغطار أحدهما إما أن تقبل ولدي زوجا وإما لماذا تحدق فيها هكذا يا أبا عبد الرحمن؟ يا أبا عبد الله لم تعد الغاية غاية دنيا مجرد ولد يزف تحف به الطبول في طريقه إلى بيت عرسه أي غاية تستولي عليك إذن يا رجل؟ إذا كانت غايتنا هي الله فما أحرانا أن نسلك سبيله تحف بنا دقات قلوبنا ذاكرة اسمه فلتكن غايتك الآخرة يجعل الله لك مخرجا من غايات الدنيا أي غاية أسعى إليها الآن يا خالد أحس كأنني معلق بين السماء والأرض لا أرى أن يكافئنا الأمير لأن يعلقنا بين السماء والأرض بعدما فعلنا ماذا فعلنا؟ أضعنا السنين نتبع الصراب وعودنا نقبض على الحقيقة أي حقيقة؟ تتكلم وكأننا أرغمنا حاكمة سبتة على التسليم رفضنا المساومة على ديننا والغدر بأهلنا قد تكون رفضت أما أنا فلا أرى إلا أنني فعلت المستحيل حتى بعد أن عفى عني الأمير وأخذني بين ذراعيه كأب يطبق على ولدي ثم ذهبت مع رباب أحس أنني الخاسر الوحيد في هذه القضية يا خالد لا تستطيع أن تتكلم بمنطق المكسب والخسارة إلا بعد أن ندخل حصن سبتة عندما يفتحه الله أمامنا سيفتح علينا جميعا يا قيس خالد هل تستطيع أن تدلني على مكان آوي إليه إلى أن نطع حصن سبتة أو يرى الأمير ما يراه في أمري لن تأوي إلى مكان غير مكاني مكانك هنا في دار الإمارة إذا كان قد جمعنا سجن واحد فأولى بنا أن تجمعنا حجرة واحدة يا أخي هيا قيس لا أعرف لماذا احتفظت بهم كل هذا الوقت في حصنك هل كنت تدرك أنهما سيكونان رسوليك إلي كنا ندرك أنهما نافعان ولكننا لم نستطع أن نتأكد من قرابتهما منك إلا مؤخرا هل كنت تشك أنهما ولدي وكبير قوادي إلى أن أتت رباب ابنتك وأفضيت إليها برغبتي في لقائك لم أرى حماسا كما رأيت منها ولم أرى تمسكا بالدين والشرف كما رأيت من ولدك وصاحبي هل سورك الشك لحظة أنهما ليس بولدي سورني لعدم اهتمامك بإنقاذهما ثم بسماحك لابنتك بالحضور إلى حصنك لماذا تبتسم أيها الأمير أليس ولديك لا بل ولدي ولدايا أيها الحاكمة أتذكر قائدك عندما أخبرني خبرهما عارضا علي افتداء نفسه بهما من؟ فرناندو نعم أما زال على قيد الحياة أيها الأمير احتفظنا به حيا كما احتفظت بولدي وكبير قوادي كنا نعلم أننا ربما سنحتاجه يوما ولكننا لم نحتاجه بعد أنا أحتاج إليه أيها الأمير ربما احتجت إلى رؤيته فقط إذا كان الأمر كذلك أريناك قائدك الأسير موسيقى 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 فرناندو كيف حالوك يا فرناندو سيدي كنت هنا في القيروان نعم في القيروان يا فرناندو جماعتنا القيروان كما اتفقنا منذ زمن إلا أنها لم تجمعنا فاتحين كيف جماعتنا إذن أجئت لإنقاذي بعد كل هذه الشهور تأتي لتفتديني أيها الكنت وكأنك موقن من إبقائهم على حياتي إلى أن تشاور عقلك وتأتي مهلا مهلا أيها القاعد أي قائد أصبحت أي قائد تراه الآن بعدما ترى ألا ترى إن لم تكن ترى فلتأمر بإخراجي إلى النور لتعرف جيدا أنني لم أعد أهلا لهذه الكلمة قائد قائد أيها الكنت فرناندو فلتهدأ فما أتيت لأفتديك وما كنت بمستطيع لما أتيت إذن الذي يدفعك للحضور إلى عاصمة بلاد المسلمين أتيت لتسلمهم سبتة يا كونت هيك أن تجيب في الإجاب هيك أن تقول إنك أتيت مستسلما فرناندو أنت تعرف الكنت خليا جيدا تعرف أنه يمكن أن يسلم في أي شيء إلا سبتة لبا جئتها إذن لابعدهم عنها وأقربك منها تفاوضهم؟ هم لا يفاوضون كما تعلم كيف ستبعدهم إذن؟ حتما ستعرف يا فرناندو ولكن اهدأ الآن واطمئن واعلم أنك الآن أبعد عن الأسر ألن أخرج من سجني هذا؟ سأطلو من الأمير أن يخرجك من سجنك حتى يصدر عفوه عنك فما عليك الآن إلا أن تهدأ وتطمئن ولا تكلق واطمئن هادئا وعليك أن تعلم أيضا أنك لن تبقى في قصرهم هنا وحدك ولكن سيكون معك من تحب من أهلنا سيكون معي من أحب من أهلكم؟ نعم يا فرناندو ستكون معك فلوراندا فلوراندا؟ نعم ألم أقل لك كن هادئا مطمئنا لما؟ لما تظهر فلوراندا هنا؟ ماذا حدث لكي؟ لا تكثر الآن من الأسئلة كل ما أريده الآن أن أعمل على إخراجك وبعدها سل ما شئت أي سؤال وأي جواب؟ أريد جوابا واحدا لسؤال واحد ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ صباح الخير صباح الخير يا سعيد صباحا يا أمي كيف حالك يا بنيتي؟ بخير نحمد الله أن أصابك الخير في دارنا فلوراندا تريد أن تقيم معنا مدة يا أمي على الرحب والساعة يا بنيتي قال للأمير ماذا قال لك الأمير يا سيدتي؟ لا تقول سيدتك قول أي شيء ما أعداه هل تسمحين بأن أقول لك يا أمي؟ لا يسعدني إلا سماعها أبك علة يا صغيرتي وجئتي بغية الشفاء وإن كانت علتي لا شفاء منها يا أمي بل يمن الله عليك بالشفاء هنا هيا خذيها يا رباب ولتتريد في الحديقة هيا ولا تجلسي في حجرة المقفلة هيا ما أتيب أمك يا رباب هل تعرفين أني لم أرى أمي؟ ماتت بعد ولادتي خير من رؤيتها ثم الحرمان منها يا فلوراندا هيا بنا إذا كنت قد استأمنتنا على ابنتك فلتستأمن على قائدك أيضا هذا بالإضافة إلى أنه أسيرنا كنت أريد أن أرجع به إلى سبته ليعاونني في تجهيز الرجال والسفن في استطاعتك أن تجهز الرجال والسفن بلا رجل فقد الأمل في وجوده على قيد الحياة هل أطمع في حسن معاملته؟ لقد أحسنا معاملته فعلا لأننا لا نستطيع إساءتها يا يوليان لكنه أساء إلى نفسه ظل عاكفا على نفسه منزويا كما ترى هل لي أن أرحل الآن لأعد العدة للعبور؟ أي عبور تقصد؟ عبوركم إلى الأندلس؟ عبر زقاق جبل كالبي؟ أعندك ما يمنع من عبور رجالك هذا الزقاق أولا؟ لست أفهم أيها الأمير عليك بالإغارة على سواحل الأندلس هذا ما أقصده فهمت فهمت أيها الأمير تريد مني أن أغير على بلاد الإمبراطور لأناصبه العداء حتى لا يبقى لي حليف غيركم إذا أصبحت ولا حليف لك غيرنا فلن تجد من هو أصدق منه ولا تنسى أن هذا دليل أيضا على حسن نواياك لك هذا أيها الأمير فلتعد عدتك ورجالك حتى أعود من الإغارة على أندلس هل تسمح لي في وداع ابنته؟ تفضل طارق يا طارق طوامرك يا سيدي قل لي ماذا تشتم من كلام هذا الحاكم يا ابن زياد؟ أعتقد أنه لن يخضر بنا يا سيدي كيف عرفت؟ لا أرى أن يضحي بابنته من أجل قطة يعلم الله بنجاحها أو فشلها يضحي بابنته وبمعادات إمبراطوره لما ومن أجل من؟ هل ترى في الأمر شيئا يا سيدي؟ بل سرا يا طارق لا يعقل أن يدخلنا الرجل إلى الأندلس من أجل حماية نفسه وحصنه فقط سبب لا يستهان به يا سيدي لو كان على وشك أن يفقد حصنه ومدينته لكان أقرب إلى التصديق أن يساومنا أما وهو ما زال في مأمن وبعيد عن أيدينا وامتنع حصنه على العرب أكثر من مرة بفضل حماية الأندلس له فما الذي يدفعه إلى خيانة أولي أمره في أسبانيا بل ما الذي يدفعه إلى مساعدتنا ونحن لم نطلبها أصلا أدأت أحس بما تحس به يا سيدي بما تحس الآن؟ هذا الرجل في طريقه للغدر بنا والتخلص من جيش المسلمين في بلاد الأندلس لا لا لقد أفرطت في إحساسك يا طارق هذا الرجل لا يريد أن يغدر بنا بل يريد أن يغدر بإمبراطوره لما؟ هذا ما لابد أن أعرفه وهل يديرنا هذا الأمر في شيء يا سيدي؟ يا ابن زياد كنت أفكر في العبور إلى الأندلس سواء ساعدني هذا اليوليان أم لم يساعدني وإلا لما فتحت هذه الجزر التي تعتبر مفتاح الأندلس وأبعدت الروم عنها وجهزت مراكبي ودعوت الله أن يساعدني فساعدني ربما بهذا الرجل رسولي الآن في طريقه إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يحمل كتابا مني مستأزنا في العبور إلى الأندلس ولا أظنه يمانع في نشر دين الله على أرض تحارب هذا الدين صباح الخير صباح الخير يا خالد أرجو أن تكون مدينتنا قد أعجبتك لم أرى منها إلا قصركم وحديقتها لو أقمت بيننا بعض الوقت أعيدك بأن أريك ما لم تشاهدين ستقيم يا خالد حقا؟ ستقيم فلورندا معنا؟ هنا؟ نعم فلتستعد للوفاء بوعدك ولكن أي سبب يدعوك للإقامة؟ هل تريد لها أن تقيم أو لا تقيم؟ ليتها تقيم معنا طبعا على الأقل لنرد لها ضيافتها لنا هناك في سبب وكأنك تعتزم أن تضعني في السجن عفوا فقد فلورندا تعال يا فلورندا بإذنكما أراحلة هي يا رباب؟ فلتطمئن يا خالد قلت لك ستقيم هنا فترة ولتعلم أنها عليلة يبغي أبوها إبعدها عن سبتة عليلة؟ أي تعلت يا رباب؟ سلها إذا كان الأمر يعنيك في شيء ها؟ لا طبعا أنا لا يعنيني الأمر في شيء قيس كيف حالك يا قيس؟ معلق بين السماء والأرض معلق بين السماء والأرض؟ ألا تدركين؟ ليس هكذا تماما يا قيس كيف إذن خبريني؟ لقد أصبحت رجلا باع نفسه بلا شيء باع كل شيء ليته استقر على مبلغ خسارته ليته استقر تأكد أنه إذا خسرنا فسنخسر سويا يا قيس لا يا رباب لو كسبنا ستكسبين أنت أيضا وأخسر أنا ولو خسرنا كما يحدث ستكسبين في كل الحالتين تكسبين يا رباب عندما أكسب ما عليك إلا أن تسرع وتشاركني في مكسبي لا أستطيع أن أشاركك زوجا يا رباب أي زوج ألا تعرفين يا زوج عبدالعزيز أصمت أصمت؟ نعم أصمت أنت لا تفهم سوف أصمت يا رباب ولكني لن أستطيع أن أنتظر طويلا مغلق الفم مغلول اليدين ثانية ثانية يا قيس ما عليك يا رباب ما عليك أرجو أن تسأل الأمير سؤالا واحدا ماذا سيفعل بي؟ إذا كان لابد من سؤالي فليكن السؤال هكذا ماذا سيفعل بنا أنا وأنت وأخي ولدي البصري ولدي البصري وصاحبهما يا أبي إذا كنت قد ناديتني بأبيك وإذا كان أخوك وصاحبه قد أظهر لدينهما وأهلهما كل هذا الحب فما واجب علي إلا أن أتشبه برسولنا الكريم عندما قالها لأهل بكة اذهبوا فأنتم الطلقاء أين نذهب يا أبي؟ اذهبي وأبلغي أخاك وصاحبه بتقديري لهما نحمد الله أن عوضنا بك ما حرمناه يا أبي رباب نعم يا أبي أبلغي أخاك وصاحبه أن يستعد لمشاركة إخوانهم المسلمين في فتح قريب أن يذهبان عند استلام سبتة يا أبي؟ بل يذهبان إلى ما هو أهم إن شاء الله أريد أن أعود إلى سبتة مطمئنا يا فلوراندا فلتطمئن يا أبي لن يعلم أحد بحقيقة وجودي هنا أريد أن أطمئن على شيء آخر هل تحسين بالراحة بين هؤلاء العرب هنا؟ أم تحسين بالقلق كما حدث؟ كما كنت أشعر وأنا في توليتلا أليس هذا ما تقصده يا أبي؟ لا أستطيع أن أجيبك إلا بجملة واحدة أحس أن دم المراقة في توليتلا بلات إمبراطورين قد أحس أن الحياة تدب في أوصالي من جديد أسترجوها قطرة قطرة نشكر الرب على هذا يا ابنتي شيء آخر أريده منك حاول التخفيف والتسريات عن فرناندو فرناندو؟ أين هو يا أبي؟ كيف حالك يا فرناندو؟ كما ترين؟ ما رأيك؟ يحظ في نفسي ما حدث لك؟ يحظ في نفسي؟ وفي نفس أبيك؟ أليس كذلك؟ ماذا بك يا فرناندو؟ بي مس من الشيطان هل تعرفين الشيطان؟ أصاباني بمس إن كنت لا تعرفين الشيطان أدلك علي هون عليك أيها القائد؟ لا تنطقي هذه الكلمة مرة أخرى من فضلك لا أرى مبرر لغضبك هذا ليس من المهم أن يرى الآخرون مبررات مقنعة لسلوكنا يا سيدتي المهم أن يصدموا بهذا السلوك صدمت يا فلوراندا ليس كذلك؟ إيه